اشتركوا في القناة ربنا سبحانه وتعالى نهانا ايه نهانا عن ذلك طيب والرسول عليه الافضل الصلاة والسلام قال لنا ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمد يعني معناه ايه الحديث الشريف ده ان احنا نقول الكلام الطيب بس او ايه او نصمد طيب يعني ايه كلام الطيب ممكن ان احنا مثلا نقول ايه امثلة ليه مثلا شكرا من فضلك مثلا ممكن نقول حضرتك لو سمعت طيب احنا النهاردة في قصتنا هنعرف معاني او معنى حفظ اللسان طيب تعالوا مع بعض نقول القصة طيب سمير كان كثير الكلام وكان دايما بيخطئ ايه في كلامه دايما كانوا اصحاب يقولولوا ايه لا يا سمير انت المفروض ايه دائي كلامك ودايما تقول الخير وتصمد خالص عن الشر لكن كان سمير دايما بينسى ايه نصيحة اصحابه ليه وفي يوم من الايام سمير كان بيلعب مع زياد بايه بالكورة طيب لكن زياد ايه فاز على سمير سمير اتعصب جدا وغضب وفضل ايه فضل يقول ايه لزياد ويدايقوا بالكلام ايه الفاظ غير لائقة زياد طبعا الدايق وزعل وقال له ايه قال له انا مش هرد عليك وانا هتعد ايه عنك خالص تاني يوم سمير ايه ذهب ايه لاصحابه مريم وفريدة وعمر وحب ان هما ينضم لهم ايه عشان ايه يعمل معهم النشاط فمريم قالت له ايه قالت له احنا خلاص قربنا ان احنا نخلص النشاط ده يا سمير استنعنا شوية صغيرين وايه وهنبدأ مع بعض ايه نشاط جديد لكن سمير برضو معرفش يتمالك نفسه وبدأ ان هو يتعصب وفضل يعلي صوته وفضل يقول ايه بالفاظ غير لائقة زي ايه زي ما عمل مع زياد وهم لما بيلعبوا بكورة اصحابه اول ما لقوا سمير ان هو انزعك كده والدايق وغضب هم كمان اتدايقوا منه جدا وقالوا ايه قالوا احنا مش هنرد عليه وسبوه مش يوم تاني يوم سمير لقى اصحابه وقفين فين في الملعب راح ايه عشان يسلم عليهم اصحابه سلموا عليه ورحوا سايبينه ورحوا ماشين سمير لقى نفسه ان هو قاعد طول يوم لوحده وما فيش حد بيكلمه وما فيش حد بيلعب معاه سمير قاعد يفكر بعد كده افتكر كلام ايه اصحابه ان هم قالوا له ايه ان انت لازم تحفظ لسانك وان انت لازم تقول ايه الكلام الطيب وتبعد عن الكلام الوحش قال ايه انا لو فضلت كده وما سمعتش كلام اصحابي انا اصحابي كلهم هيسبوني وهيبعدوا عني فسمير قرر ايه ان هو يعمل بطاقات يعتذر فيها لصحابه ويقدمها ليهم ويعتذر ايه منهم سمير اول ما عمل كده راح عامل البطاقة فعلا وراح مقدمها لصحابه واعتذر ايه وقال لهم انا اسف انا مش هعمل كده تاني اصحابه اتسموا وايه وتقبلوا اعتذاره ولعبوا كلهم مع بعض طيب يا سنقول احنا دلوقتي عارفين ان اللسان ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى ينفع ان احنا نستخدمه او نستعمله في حاجة ما تردش ربنا ان احنا نجذب مثلا او ان احنا نقول كلام وحش او ان احنا نقول الفاظ غير لائقة لا ما ينفعش ان الرسول عليه الصلاة والسلام اكد لنا كمان على نحنا حفظ اللسان لما احد الصحابة سألوا قالوا اي المسلمين افضل قال من سلم المسلمون من لسانه وايه ويده طيب انتوا هتتعجبوا يا سنقول هتقولوا هي هي اليد كمان بتؤذي زي اللسان ايوة مش احنا ممكن نضرب بيها ممكن مثلا فيه اولاد وحشين ان هم مثلا يسرقوا طيب طمه اللسان كمان ايه بيأذي صح زي ما كان سامير كان بيدايق اصحابه طيب احنا هنعرف مع بعض طرق ايه كثيرة لايه لحفظ اللسان زي ان احنا قبل ما نتكلم يا سنقولة لازم نفكر ونشوف يا طرق الكلام ده هيدايق صحابنا ولا لأ طيب تاني حاجة ان احنا دايما نتعود ان احنا ايه ان احنا نقول الكلام الطيب طيب تعالوا نحل مع بعض النشاط صفحة 76 النشاط ده بيقولنا ايه بيقولنا ان احنا نفكر في الكلمات الطيبة ان احنا ممكن نقولها البعضينا وكل ما نفتكر كلمة طيبة نلون ايه طفاحة من الطفاحات دول زي مثلا ايه كلمة طيبة زي مثلا شكرا اه نروح ملونين افتقرنا كلمة تانية مثلا اه اه من فضلك اروح ايه ملونة طفاحة سهل جدا ان النشاط ده سنقول طيب تعالوا نشوف مع بعض النشاط الثاني ده صفحة 77 الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولنا ايه الكلمة الطيبة صدقة طيب لو في حد مثلا فقير واحتاج مننا صدقة واحنا مش معانا فلوس ان احنا ندعي له هنعمل ايه سنة اولى ممكن ان احنا مثلا ندعي له ان ربنا يوسع رزقه او ندعي له بالصحة او ممكن ايه نقدم له نصيحة طيب انت هتقولولي ان حفظ اللسان ده والتحدث طبعا هو ايه التحدث بالكلام الطيب زي الصدقة هقول لكم زي ايه زي احنا مثلا لما في حد من اصدقائنا نكون مثلا معجبين باخلاقه او معجبين بملابسه او ان هو مثلا ايه اه اه كتب قصة واحنا هنروح نقول له ايه احنا احنا معجبين بيه ونقول له كلام طيب مش هو هيحس بسعادة صح ليه تب يبقى الكلمة كده الطيبة صدقة ولا لا ليه لان لما احنا سمعناها احنا انبسطنا صح عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه قال لنا الكلمة الطيبة صدقة ايه رأيكم يا سنقولة نلون الحديث الشريف ده ونقصه ونحطه مثلا عندنا ايه في الحاقط في الحاقط عندنا مثلا في الغرفة عشان كل ما نشوف الحديث الشريف نفتكر ان الكلمة الطيبة صدقة وان احنا ايه نستخدم النعم بتاعة اللسان دي في ايه في الكلام الطيب ان احنا ما نقزيش حد وما نكلمش حد بطريقة وحشة صحيح طيب النشاط الحلو ده احنا طبعا اخدنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقالنا ان احنا كمسلمين لازم نقتضي بالرسول صلى الله عليه وسلم طيب تعالوا نشوف كده اول حديث شريف بيقول لنا ايه خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي طيب الحديثة ان احنا لازم نساعد اهلينا صح طيب البنت هنا وقفة بتعمل ايه هنا بتساعد مامتها طيب وهنا مش بتساعد مامتها هي كده هنا بتقتضي بالرسول لا ولا لا طبعا مش بتقتضي بالرسول يبقى احنا هنوصله بمين بالبنت اللي وقفة بتساعد مامتها طيب تاني حديث شريف بيقول لنا ايه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا طيب على ادن اليمين هنا الولد ده بيعمل ايه بيساعد مين بيساعد جده ان هو ايه يعود على الكرسي طيب والبنت هنا بتعمل ايه سايبة اختها الصغيرة وبتتفرج على التلفزيون هي كده بترحم صغيرنا لا طيب والولد بيعمل ايه بيوكر كبيرنا يعني بيحترم الكبير والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا ايه ان احنا نحترم الكبير ايه بها نوصله بايه بالولد اللي بيحاول يساعد جده عشان يقعده على الكرسي طيب اخر حديث شريف معنا الكلمة الطيبة صدقة طيب الولد هنا بيقول ايه بيكلم صاحبه بطريقة كويسة طيب الولد هنا ايه غطبان ايه وبيكلم صاحبه شكله كده بيكلمه بطريقة ايه مش كويسة والرسول علمنا ان احنا ايه الكلمة الطيبة صدقة ان احنا نقول ايه كل كلام طيب وخير ايه بقى نوصله بايه هنوصله بالولد اللي بيكلم بطريقة كويسة وكده الدرس بتاعنا يكون خلصي سنة اولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته